كرس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن لمجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار عدد من القرارات بشأنها ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء كرس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار عدد من القرارات بشأنها إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية المرتبطة بحياة المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك وأحط رئيس الوزراء وزير الخارجية في مستهل الاجتماع أعضاء المجلس بنتائج زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بناء على دعوة من الحكومة الروسية والمواضيع والملفات التي تم مناقشتها على مختلف المستويات ووجه الوزارات والجهات المعنية بمتابعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه بين البلدين السريقين خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصناعة والنفط وغيرها من المجالات مشيرا إلى مستجدات الأوضاع على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والخدمي وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الإجراءات والأولويات التي تعمل عليها الحكومة بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضاء المجلس لتقفيف حدة تداعيات هجمات ميليشة الحوث الإرهابية على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام منذ 16 شهرا وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية وضمان استدامة الخدمات ودفع رواتب الموظفين لافتا إلى أن المواطن وحياته المعيشية هو محور اهتمام الحكومة وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات وأشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على بضي الحكومة وبعزيمة لا تلين في تسريع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها بالتوازي مع معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران معربا عن تطلعه إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة للمضي قدما في تحقيق هذه الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين وفي المقدم الأشقى في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين عودون دائما الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات كما أكد تفهم الحكومة الكامل وبمسؤولية للمطالب المشروعة للمواطنين وتعمل على التعامل معها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة والأولويات العاجلة وقال قدرنا ومسؤولياتنا تحتم علينا في هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات أن نضع خدمة المواطن في أولى أولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود للعمل على تخفيفها وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيدا حول الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة على ضوء التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين والجهود المفذولة لتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه مع حلول شهر رمضان المبارك إضافة إلى توافر السلع المختلفة للمواطنين والرقامة على الأسعار وجودتها ووجه مجلس الوزراء الوزراء والجهات المعنية بالتنسيق مع إدارة منفذ الوديعة البري لاتخاذ إجراءات عجلة لمنع عملية ازدحام المسافرين وتخفيف معاناتهم ومعالجة التكدس الحالي بشكل سريع وفقا لنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء الميدانية إلى هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن للإطلاع على احتياجاته وأولوياته لتطوير خدماته المقدمة للمرضى والمستفيدين والشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية فورية وآفق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التأهيل للمستشفى مع استعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حيث أقر المجلس الرؤية العامة للخطة التطويرية لهيئة مستشفى الجمهورية ودعم تمويلها باعتماد مخصص شهري قدره 300 مليون ريال بالمناصفة بين الحكومة وسلطة المحلية في عدن لمدة عام كامل لدعم الخطة وكلف وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بعدن بمهمة الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لسير تنفيذ الخطة مع الالتزام والتقيد بالمعايير الإدارية عند خطوات الإنفاق على المشروع وألزم قيادة المستشفى برفع تقرير عن مستوى الإنجاز بعد ستة أشهر وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول حماية الممتلكات الثقافية اليمنية والموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها حتى تدخل حيز التنفيذ وتهدف مذكرة التفاهم ومدتها خمس سنوات إلى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية عبر تمديد القيود على سيران القطع الأثارية الثقافية اليمنية إلى الولايات المتحدة والتي ستقدم أيضا المساعدة للحكومة اليمنية من أجل تمكينها من حماية الممتلكات الثقافية وبناء القدرات الثقافية ونقش مجلس الوزراء مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية والمقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني وكلف لجنة وزارية من المالية والخدمة المدنية وشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة مشروع البرنامج واستعاب الملاحظات المقدمة عليه والرفع به إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم ووقف مجلس الوزراء أمام تطور الخطير لهجمات ميليشيا الحوث الإرهابية على سفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وآخرها مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة مي في ترو كون في دانس وإصابة أربعة آخرين التابعة لدولة ليبيريا وتقوم بنقل البضائع الجافة مثل الحبوب بعد ساعات من غرق السفينة روبي مار مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير في وثيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية تستوجب إعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم وأشار المجلس إلى أن محاولة تضليل ميليشيا الحوثي للعالم وربط ما تنفذه من عمليات إرهابية في البحر الأحمر بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو سمرار لنهجها المتوقع في الهروب من أي التزامات داخلية وواصل تعبثها بمصالح الشعب اليمني لخدمة النظام الإيراني وأجندته التوسعية في المنطقة مذكرا بالآثار الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية العدائية على حياة ومعيشة الشعب اليمني والتلوث البيئي وعسكرة البحر الأحمر وطلع مجلس الوزراء من وزير المياه والبيئة على أنشطة وخطة خالية إدارة أزمة السفينة روبي مار بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء غرق السفينة التي استهدفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية مشيرا إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية وصول خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقديم تداعيات هذه الكارثة البيئية وأحدد مجلس الوزراء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجرية بناء على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأقر بدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثالثة عصرا وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتنسب هذا التوقيت مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها على أن لا تقل ساعات الدوام عن خمس ساعات في أي حال من الأحوال ورفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وإلى أعضاء المجلس وجميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك مؤكدا ضرورة إحياء قيم التكافل والتراحم والتآخي في هذا الشهر الفضيل والعمل بتكاتف على تجاوز الظروف العصيبة وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها ميليشيا الحوث الإرهابية من نقلابها على سلطة الشرعية وإشعالها للحروب وجدد مجلس الوزراء دعوة اليمن للمجتمع الدولي إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين ووقف قرار الاحتلال ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية مؤكدا الموقف الثابت لليمن في الوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة كما رحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في السودان الشقيق خلال شهر رمضان المبارك وأهمية ذلك في حقن الدماء ودعم جهود تحقيق السلام ترجمة نانسي قنقر